صرخة استغاثة أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة الأممية الفاو داعية إلى تمويل عاجل لمساعدة أكثر من مليون ونصف مليون عراقي لا سيما بعد أن خسر العراق 40% من إنتاجه الزراعي خلال السنوات الأربع الماضية فبحسب تقرير للمنظمة الأممية فإن الأعمال العسكرية ألقت بظلالها على العراقيين جميعاً والمزارعين تحديداً ويقول التقرير أن العنف أجبرهم على هجر بساتينهم لا سيما بعد تدميرها وإلحاق الضرر بمحاصيلها خصوصاً في المناطق الشمالية والغربية للبلاد ويذهب التقرير الفاو أبعد من ذلك حيث يؤكد أن نحو 12 مليون عراقي يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون في معاشتهم بشكل أساسي على القطاع الزراعي المتضرر بشكل كبير مضيفاً أن تدمير البنية التحتية ومصادر المياه والإنتاج الزراعي إضافة إلى نهب المعدات الزراعية والمحاصيل والحيوانات الداجنة كل ذلك سيؤثر على إعادة تأهيل هذا القطاع الاقتصادي الحساس كما يتناول التقرير كيفية تأثير العمليات العسكرية الأخيرة على الأراضي الزراعية على المدى البعيد حيث أصبحت مساحات واسعة منها مسرحاً لانتشار مخلفات الحرب لا سيما العبوات الناسفة حيث يشير التقرير إلى أنها قد تتسبب بعدم قدرة المزارعين على تجهيز أراضيهم استعداداً للمواسم الزراعية القادمة وهو الأمر الذي سيؤثر على إنتاج وتوفير الغذاء فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق تقرير منظمة الفاو يتقاطع مع تقارير لمنظمات دولية أكدت في مجملها تفاقم معاناة العراقيين من دون وجود حلول ناجعة لحكومة تصدرت ترتيب دول العالم من حيث الفساد